أحياناً تعرفوني يصير نوع من الحوار والنقاش بيننا وبين العيال فيصير مفهوضات يعني أنا أقول حق ولدي يا بابا سووا شديد يقول لا ما بي أسوي طيب سووا كذا لا ما بي أسوي زي شي الحل وكيف نتعامل مع مشكلة من هالنوع مع عيالنا وبالتالي كيف أقدر أنا أسوي اتفاق مع ولدي طرح هذه نوع من أنواع التربية وأسلوب من أساليب تقويم السلوك يعني مثلاً إذا عندي ولد عمره ثمان سنين وقاعد يصرف من وقته على الأجهزة الإلكترونية بالساعات طيب شون أحل المشكلة؟ وشون أقدر أسوي اتفاق؟ وهذا الاتفاق يلزمه ويلزمني طبعاً دائماً العيال يحبون أن نحن نتعامل معهم أنهم أكبر ونتعامل معهم أنهم يعني نحترمهم نحترم رأيهم لكن لما أقول له مثلاً لا تلعب ما يسمعه ويطيع لا تشرب لا تأكل ما يسمعه ويطيع لا تضرب أخوك ما يسمعه ويطيع بعض الأولاد يعني أو بعض البنات طيب وشي الحل؟ واحدة من الأفكار الذكية في التربية أن نستخدم الاتفاق ما هو الاتفاق؟ الاتفاق أنه أقول له تعال أنت الحين قاعد تلعب بالأجزة الكهرباء الإلكترونية صح؟ صح طيب يا بابا أنت كل يوم قاعد تلعب أوقات مفتوحة أنا بحددها بخليها ساعة هو طبعاً لما تقول له ساعة يقول لا ما نراضي لا ساعة لا ما نراضي ساعة ما نراضي هنا ندخل في اتفاقية طيب تعال خلسوا الاتفاق نحن نعطيك باليوم ساعة الاتفاق له شروط الشرط الأول أن يكون فيه طرفين يعني أنا كأب طرف والولد طرف أو الأم طرف والبنت أو الولد طرف طرفين الشرط الثاني لازم يكون الموضوع اللي نتفق عليه واضح يعني ألعاب إلكترونية ألعاب إلكترونية أشرب عصير برتغال أشرب عصير برتغال أنام الساعة ثمانية ونص أنام الساعة ثمانية ونص يصير الاتفاق واضح الموضوع واضح في الاتفاق صار عندنا نحين نقطتين النقطة الأولى يكون الاتفاق من طرفين النقطة الثانية يكون الموضوع واضح فيه نقطة ثالثة لازم فيه توقيت يعني إذا القضية نوم حددت أنا النوم الساعة ثمانية ونص إذا قضية ألعاب إلكترونية حددت أن يلعب باليوم ساعة إذا مثلا عنده حيوانات والذي يلعب مع مثلا عصفور عنده والذي يصرف وقته في ألعاب تركيب أو يصرف وقته فيه ألوان أو فيه رسم أحد التوقيت إذا العنصر الثالث التوقيت في الاتفاق العنصر الرابع في الاتفاق الامتيازات كيف يعني يعني أول حين مو عاجبة أني أنا أعطيه ساعة باليوم يلعب ألعاب إلكترونية مثلا مو عاجبة أقوله طيب إذا التزمت أسبوع سبعة أيام كل يوم ساعة إذا التزمت سبعة أيام فيه امتيازات شو الامتياز إني أعطيك ساعة إضافية كل سبعة أيام هذا جزء من الاتفاق تمام أو غير الامتيازات البند الخامس أو السادس العقوبات شو العقوبات ترى هذه كلها هنكتبها يعني ممكن الأب والأم يكتبون بالورقة وممكن تكتبونا ترى هذا أسلوب تربوي جميل وممكن تستخدمونا وأنا حقيقة جربت على يعني حالات كثيرة ونجحت هذه الحالات ما أقول نجاح مية بالمية لكن تنجح سبعين ثمانين بالمية تنجح لأن الأطفال يحبون الاتفاق ما يحبون الأب والأم يقولون كلمة وبعدين ينقضونها أو يتلاعبون بالكلام أو يقول كلمة وبعدين يغيرها لا يحب لما يقول فيه كلمة خلاص فيه التزام فيه اتفاق وبالتالي في مثل الحالات شنسوي إذن يخلي فيه اتفاق هذا الاتفاق لما يكون موجود البند الأول طرفين البند الثاني فيه موضوع واضح البند الثالث التوقيت البند الرابع الامتيازات هذه شرحتها الآن الخامس اللي هو العقوبات لو هو ما التزم شو نسوي هني ممكن يصير تخفيض يعني أنا مثلا الاتفاق بيني وبينه على ساعة باليوم ألعاب إلكترونية تمام كل سبع ساعات يعني كل سبعة أيام أعطيه ساعة إضافية هذين امتيازات طيب لو ما التزم هني ممكن أولا أسحب الامتياز هذا نوع من أنواع التأديب أو أخفض ساعات اللعب هذا نوع من أنواع التأديب موضوع الاتفاقية ترى مهمة أنا عارف أحد الآباء عنده ملف يمجمع فيها سبع ثمان اتفاقيات بينه وبين ولده وحقيقة يتيب نتيجة الآن يبقى فيه سؤال من أي عمر من أعمار الأطفال نقدر نطبق الاتفاقيات من أي عمر الاتفاقية نقدر يعني من خمس سنين وصاعد بس طبعا ما راح تكون مفيدة لأن عادتنا الخمس سنين ست سنين سبع سنين ما يعرف قيمة الامتيازات قيمة التأديب غالبا ما يعني ما هو ناضج بس راح تشوفون الفكرة هذه فعالة مع اللي أعمارهم ثمان سنوات وفوك أنتم ممكن تجربونها مع أبو أربع أبو خمس أبو ست بس لا تتوقعون نجاحات عالية يمكن نسبة النجاح ثلاثين أربعين بالمية بس لما يكون الطفل عمره ثمانية تسعة عشر أهداعش اثناعش نسبة النجاح تطلع لي سبعين بالمية إذا الطفل وصل لسن المراهقة خمستعش ستعش سبعتعش هذه نسبة النجاحات أعلى وأعلى لأنه صار ناضج صار واعي صار مركز وبالتالي لما سوي معه اتفاقية وسوي معه عقد هذا العقد نسميه عقد سلوكي تربويا نسميه عقد سلوكي يعني عقد بيني وبين ولدي ولا بنتي فيه اتفاقية معينة هذا عقد سلوكي اشتركوا في القناة